أما لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وفقت خلال اجتماع النهاردة بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة بالإجماع على مشروع القانون المقدم من بعض النواب من بينهم أعضاء اللجنة بشأن تعديل بعض أحكام قانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية أكد محمد وهض الله وكيل اللجنة أن الهدف من تعديل القانون هو تحقيق استقرار العمل النقابي والذي ينص على مدى الدورة النقابية لمدة 6 شهور وزير القوى العاملة قال خلال اجتماع اللجنة أن الإخوان خلال فترة حكم المعزول خطاته علشان يحدثه خلل في العمل والتنظيم النقابي لتمكين رجال الجماعة